اهلا بكم طلاب الصف الاول الاعدادي معادنا مع شرح مادة الرياضيات قسم الجبر ومعادنا النهاردة مع قسمة الاعداد النسبية كيف سأقسم عدد نسبي على عدد نسبي اخر؟ هذا ما سنشاهده مع بعض لو لدينا قلب ب عدد نسبي على جيم دال عدد نسبي اخر بمنطقة البساطة سنحول علامة العلا دي لفي كيف سنفعلها؟ بدل ما ستبقى جيم على دال ستبقى دال على جيم يعني قلب ب في قلبنا هنا العلامة تعالى خلناها في وقلبنا الجيم على دال تبقى دال على جيم حسنا الكلام ده ليه وجهز زال؟ هنشوف مع بعض دلوقتي بامثلة نوضحها طبعا لازم افهم كويس قوي ازاي ان عملت دي وعملتها ليه وتبقى لايه؟ يعني انا دلوقتي انا قلبت العلا لفي انا دلوقتي مين اللي صرح لي بالكلام ده؟ وهل المعادلة دي الف على به في دال على جيم تساوي المعادلة دي الف على به على جيم على دال؟ هل اتنين دول يساوي بعض؟ هقول لك دلوقتي لو احنا معانا قلنا ستة رقم ستة على اثنين هتطلع كام؟ تلاتة صح كده؟ طبعا عايزة اضرب اغير العلا دي بدل ما اقول ستة على اثنين اقول ستة في يبقى ستة في ايه؟ بدل اثنين ستة في واحد على اثنين لان انا قلبت المفروض ان المقام اي حاجة واحد يبقى الاثنين دي قلت ستة في ستة على اثنين تساوي تلاتة قلبت العلا يبقى ستة في واحد على اثنين لان الاثنين اصلا هي مقامها ايه؟ واحد طب ستة في واحد على اثنين يعني ستة في نص بكام؟ ستة في نص تطلع تلاتة يبقى المعادلة دي زي المعادلة دي ستة على اثنين هي هي ستة في نص او ستة في واحد على اثنين فاذا المعادلة بتاحت صح؟ وفي امتهجات ازاي ان انا لما بقلب العلا لفي وبقلب المقام اخليه بسط والبسطة خليه مقام يبقى كده المعادلة بتحت مصبوطة طيب الف على بي على جيم على دال تساوي الف على بي في جي في دال على جيم تساوي طبعا ادي كده بيء الضرب عادي اللي خدنا المرة اللي فاتت يبقى طبعا ايه الف في دال وبه في جي المعادلة كده تعال ناخد مثال مع بعض لو اتنين على سبعة على اربعة على تلاتة اتنين على سبعة على اربعة على تلاتة طبعا بنحاول العلل فيه ونقلب العدد النسبي اتنين على سبعة هيبقى عندنا اتنين على سبعة في تلاتة على اربعة بدل اربعة على تلاتة طبعا اتنين في تلاتة طبعا بستة بسبب 7x4x28x26x28x28x28x3x14x المثال الثاني. اربعة على تسعة على اتنين على تلاتة. اربعة على تسعة على اثنين على تلاتة. بنقلب العدد الثاني. اربعة على تسعة تبقى زي ما هي. الحد الاول ديازم نجده زي ما هو. ما يتغمش هو اللي يتقلب اللي يتحدد الثاني 4 على 9 فيه 3 على 2 يبقى 4 على 3 على 12 وتسعة في 2 على 18 يبقى 12 على 18 يقسم على 6 يبقى 2 على 3 تمام اوجد ناتج العملات القاتية سلب 3 على 5 على 9 على 10 طبعا سلب 3 على 5 في العلامة دي ستبقى تكاينها 3 على 5 على 9 على 10 نقلب العلل فيه 10 على 9 يبقى 3 على 10 يبقى 3 على 10 في 30 و 5 في 9 في 45 يبقى 30 على 45 اسمت على 15 يبقى 2 على 3 سالب 4 على سالب 6 على 7 هنا في السوالب هنقلب العلل في سالب 4 على 5 فيه سالب 7 على 6 طب هنا قلت لي هي اصلا سالب 6 على 7 ليه انا خليت السالب هنا زي ما هو اول حاجة السالب ما ينفحش اغيره انا بخلي السالب زي ما هو بقلب بس الاركام اللي قدامي تمام بدل 6 على 7 تبقى 7 على 6 يبقى هنا سالب 4 في سالب 7 طبعا السالب مع السالب بيروح سالب في سالب بموجب يبقى 4 في 7 بـ 28 و هنا خمسة في ستة خمسة في ستة بكام بـ 30 يبقى النتيجة هنا 28 على 30 بالاسم على 2 سالب 14 على 15 تعال نشوف مثال تانى أصعب شوية 1 و 4 على 5 على 3 و 1 على 3 طبعا احنا احنا متعددين عشان نخلي ده عدد نسبي بسط و مقام بس نضرب الـ 1 في 5 1 في 5 زائد 4 1 في 5 بـ 5 زائد 4 بـ 9 9 على 5 و هنا 3 في 3 بـ 9 زائد 1 بـ 10 على 3 المقام زم ما هو نقلب العلى لفي و نقلب البسط نخليه مقام و المقام نخليه بسط يبقى هنا 9 على 5 في 3 على 10 9 بتـ 3 بـ 27 و 5 في 10 نقلب البسط المسألة الثانية 1 على 2 زائد 1 على 3 على 1 على 4 طبعا هنا المسألة ممكن تبادل انها معقدة شوية لكن الموضوع سهل قوي طبعا احنا في الجمع نضرب المقام اللي هو 2 في 3 و نضرب طرفين في وسطين 1 في 3 بـ 3 زائد 1 في 2 يبقى 3 زائد 2 طبعا 3 زائد 2 ساوي 5 على 6 يبقى النتيجة ايه؟ 5 على 6 هنا على 1 على 4 هنا 1 على 4 نقلبها بـ 4 على 1 طبعا على 1 لا يتكتبش كما قلنا اي رقم كأنه على 1 4 على 1 5 على 6 يبقى هنا 5 نضرب بسط في المقام والبسط في البسط 5 في 24 و 6 في 1 أصلا بـ 6 يبقى 5 في 24 على 6 بالاسم على 2 بـ 10 على 3 نضرب نأخذ مثال أصعب 1 و 5 على 6 على 2 و 1 على 5 طبعا نحن نحاول كما نتعود 1 في 6 بـ 6 و 5 يبقى 11 و 2 في 5 بـ 10 و 1 و 11 بـ 11 على 5 هنا نقلب 11 على 6 في 5 على 11 بـ 5 بـ 55 و 6 في 11 بـ 66 55 على 66 نقسم على 10 بـ 5 على 6 3 على 5 على 2 على 7 زائد 4 على 7 طبعا نجمع بين قصين في الأول 3 على 5 زائد 6 على 7 بـ 6 على 7 جاءت منين؟ لأن المقام طالما موحد يبقى نأخذ واحد منه و نضرب البسط في البسط 2 في 4 نضرب هنا قدامنا كما نرى جمعنا من طبع البساطة 2 زائد 4 بـ 6 يبقى 6 على 7 3 على 5 على 6 على 7 يساوي 3 على 5 يبقى 7 على 6 يبقى 3 على 5 يبقى 7 على 6 يبقى 3 على 5 في 7 على 6 يبقى 3 في 7 على 21 و 6 في 35 يبقى 21 على 30 يقسم على 3 يبقى 21 على 7 و 30 على 3 فيها 10 أظن الموضوع سهل جدا مبسيط جدا هذه تدريبات تمارين على القسمة ياريت تتحل و تتخطى في او على الجروب اتمنى لكم كل التوفيق و هذه تمارين عامة على الوحدة الأولى كلها تمام؟ اشتدناكم طبعا و اشوفكم في الوحدة اللي جاية الوحدة التانية المقادير الجبرية و اتمنى لكم كل التوفيق مع السلامة